نعم في البداية تحية لك ولكل سادة المشاهدين نتحدث عن استحداث جهاز جديد من قبل وزارة الداخلية وهو جهاز مكافحة تهريب الوقود الذي أوكلت مهاما إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي هذا الجهاز الذي استحدث هو يقوم الآن بتنظيم آلية توزيع الوقود على المحطات وأيضا إقامة للجان للتنسيق بينهم وبين المستودع الرئيسي وهي المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وأيضا العيادات وأيضا المؤسسات الحكومية بعد الشح في الفترة الفاتذة من وقود الديزل وأيضا تهريبه وبيعه بأسعار كبيرة جدا تصل إلى 3 دينار للتر وهو سعرها الأساسي 15 قرش للتر هذا الجهاز الآن يقطع طريق على من يريد إنشاء سوق سوداء في مدينة بنغازي تأتي هذه الخطة المحكمة من وزارة الداخلية لحماية العربات التي توزع الوقود أيضا على المنطقة الشرقية بالكامل والمنطقة الوسطى والجنوبية هذه الخطة تأتي أيضا بضرب يد من حديد لتأميم مدينة بنغازي وأيضا بعد نجاحها وأيضا إسنادا من قبل القوات المسلحة لجميع الأجهزة الشرطية في مدينة بنغازي أيضا وزارة التربية والتعليم بعد نجاحها في عملية الامتحانات لشهادة الاعدادية قبل الامتحانات تم رشوة تعقيم المدارس وأيضا ارتداء الطلبة وألزامهم بارتداء الكمامات وأيضا المواد التعقيم نجحت العملية التعليمية في إجراء امتحانات في جائحة كورونا هذا ما شجع وزارة التعليم لتنفيذ أيضا امتحانات شهادة الثانوية في الأسبوع المقبل بنفس هذه الألية والطريقة أيضا في مدينة بنغازي تشهد استكمال بعض المشاريع الخدمية سواء في سيانة الطرق داخل المدينة وأيضا الطرق الممتدة من طريق ترابلس إلى بوابة القوارشة غربا وأيضا في وسط المدينة من ميناء مدينة بنغازي حتى الطريق الممتدة لكورنيش مدينة بنغازي هذه المشاريع كانت مستوقفة والآن بدأت عجلة الدوران لاستكمالها وتنفيذها أيضا نبشر أهالي مدينة بنغازي بسيانة أحد معالم المدينة وهي جمعية الدعوة الإسلامية التي تضررت في حرب تحرير مدينة بنغازي من قبل تنظيم داعش الآن يتم استكمالها وسيانتها ومن المقرر استلام المبنى خلال ثلاثة أشهر أيضا الساعة حديق الثلاثة وعشرين يوليو وهذه الساعة الرمزية لمدينة بنغازي قامت شركة الخليج للنفط بسيانتها وتركيبها من جديد للا دلالة كبيرة في أنفس مدينة بنغازي نعم مراسلنا في مدينة بنغازي عواضي البرغتي شكرا جزيلا لك على كل ما طلعتنا عليه شكرا جزيلا لك